السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أبنائنا الطلاب نواصل حديثنا عن تكنولوجيا الأخشية Membrane Technology تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الشكل اللي أمامنا وكفاءة كل عملية Micro Filtration, Ultra Filtration Nano Filtration وال Reverse Osmosis حول ما هي الأحجام التي نستطيع إننا نحجزها بواسطة هذه التقانة واختتمنا بأن ال Reverse Osmosis حقيقة يحجز Almost Everything معدى جزء الماء الذي يعبر الشكل الأمامنا يسمى بالMembrane Spectrum وهو من الأشكال الشائعة جدا لكن من الأشكال المهمة جدا التي تعطي قراءة واسعة ومفصلة حول المembrane Technology وأيضا Particulate Filtration الشرح الآتي بيوضح الأقسام المختلفة لكل سيجمنت من الشكل لدينا في هذا الجزء مسمى العملية لدينا هنا Relative Size ولدينا هنا الأحجام فبسلا إذا أخذنا هذا الحيز من هنا This Section هذه عملية Particulate Filtration هي عملية الفصل بواسطة الترشيح المعروفة لدى الجميع هذه العملية حقيقة تزيل كمية كبيرة من الملوسات تزيل أجسام visible للنكد آيز أجسام ترى بالعين المجردة أحجامها بالأنجسترون قد تصل إلى 10 إلى 7 بالمايكرون قد تصل إلى ألف مايكرون وتشمل هذه قطع الرمل Activated Carbon Human Hair قطعة شهر الإنسان بالرغم من صغرها إلا أننا نستطيع أن ننزيلها بواسطة Simple Filtration System Cool Dust الغبار الناتج من الفحم الدقيق اليست دي كلها أشياء نستطيع أن نزيلها وببساطة بواسطة Simple Particulate Filtration المايكروفلتراشن نجد بأنها تتراوح لإزابة الأشياء التي ترى بواسطة المايكروسكوب بواسطة المايكروسكوب We talk about المايكروبارتكال من ضمنها أنواع مختلفة من البكتيريا الأسبستوس ده من المركبات السامة للغاية الضايز الأصباغ كلها تزال بواسطة المايكروفلتراشن إذا نظرنا إلى الالترافلتراشن بنجد بأنه الكولويدل زرات الرمل الكولويدل التي تمتاز بأنها تحتوي على زيتا تمنع عدوس الكواجوليشن وأن تمنع نجد بأنها يمكن أن تزال بواسطة الألترافلتراشن أيضاً هذا النوع من الفصل يمكن أن يزيل حتى الفيروسات البلاك كاربون كل هذه الأحجام التي تتراوح من 0.01 إلى 0.1 مايكرون والتي ترى بالSEM سكانينج إلكترون مايكروسكوب هذا عبارة عن مايكروسكوب دقيق للغاية نستطيع أن نرى به هذه الأحجام الصغيرة النانو فلتريشن قد يساعدنا في إزالة الهيربسايدز والبستيسايدز هذه عبارة عن المبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش التي يمكن أنها تدوب في المياه نستطيع أننا نزيلها بواسطة النانو فلتريشن الشقر النانو فلتريشن بينما الريفيرسز موزيس والذي يطلق عليه أحياناً الهايبر فلتريشن نستطيع بها أن نزيل المتال الاتوميك راديس وأحجام أحجام 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 لو نلاحظ في بعض الأحيان يكون لدينا أفرلابين يحدث أفرلابين ما بين الالتقانات البروستيس المختلفة ده من الأشكال اللي هامة التي توضح مدى وأبعاد وقدرة الأحجام المختلفة أو النواع المختلفة لفصل أحجام مختلفة